مرحبا، أحتاج أصبحت 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 شوف الغرفة، المكان اللي انت واقف فيه، جالس فيه وحاول تشوف الأشياء اللي موجودة حولينك وتشوف إيش الكلمة الإنجليزية حقتها فتسمي الأشياء اللي انت شايفها أه، الالم، أه، الهيط، 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 الكاميرا، الهيط، حتى لو كانت متكررة إذا أخذتها فزيك أنه انت بقعد تكرر الأشياء اليومية وبتجهزها وتسوي لها ريفرش في موخك فيتسرع الترجمة لأنه الكلمات اللي معلقة في ذاكرة طويلة المدى قاعد تجيبها كل شوية فصارت موجودة عندك وجاهزة عندك في ذاكرة قصيرة المدى اللي نسميها الرام عندنا في عندنا البيانات الهيط ديسك اللي يكون شي بطيء جدا وياخد وقته لكن سعته كبيرة وبعد عندنا الرام اللي هو صغير بس سريع فأنت بتاخذ المعلومات كلها عندك في الرام وتخلي الأمور جاهزة عندك فلما تحتاج تتكلم أنت ما عليك تفكر كتير لأن الكلمات هذه انت قبل شوية في دقيقتين هذه سميت لك خمسة عشر تلاتين كلمة يومين سويت ليهم بمعنى آخر فما هو تحفظ كلمات هو زي كأنه أنك بتسمي هذه الكلمات وبتناديهم مرة تانية عشان تكون أسرع الخطوة الثانية أتدرب ذاتيا وأنا أقدر أقول أوكي الموضوع عبد الرحمن أحتاج مدرب لا لا دقيقة قبل أن نجيب المدرب هذا أنت تدري أنه أنت بنفسك أفضل مدرب لنفسك طيب كيف يا عبد الرحمن أفتح الواتساب أكتب رقمك نفسه اللي الآن تستخدمه هتلاقي نفسك الآن طلعت في الواتساب أبواك تختار نفسك وتسجل نفسك دقيقة يكون هدفك أنا أبغى أعدي ستين ثانية وأنا بحاول فما أبواك تتكلم لمدة دقيقة أبواك تحاول أنك تتكلم لمدة دقيقة هتلاقي كمية آه هتلاقي ستين من الستين ثانية أربعين ثانية آه وعشرين ثانية كلام حقيقي هذا جزء أساسي وهذا الشيء إذا استمرلت عليه أنا مستحيل بعد أسبوع هذا الأربعين ثانية حققت الآن من الستين ثانية هتصير عشرين ثانية هتصير عشر ثواني وتدريجيا تقل ما هتختفي وما هتختفي من يوم الليلة تحتاج وقت أربعين ثانية تصير خمسة ثلاثين ثانية ثلاثين ثانية خمسة عشرين ثانية مع الوقت ومع التعود ما يحتاج لك أنه لازم تجيب لك مدرب صيني ومدرب ناتيب سبيكر وتقنية غريبة وحاجة غريبة تحتاج بكل بساطة ترسل نفسك دقيقة واحدة من واتساب ميسج فويس وهذه حاجة ما هو سبحان الله حاجة أول مرة بتسويها بترسل مئات الفويس ميسجز بالعربي وبمئات الدقائق وما ما ما نفكر فيها وإذنت متفرج على فيديو ليندي حين أنا صراحة أحب أسألك أنه هل أنت من الناس اللي جربت التدرب الذاتي بأي طريقة وبأي شك من مشكال وكيف كانت تجربه أحب أنه يعني يعني يريد تكتوبها تحت وإحنا كمان عشان إحنا نشوفها ونتحمس منها أو نعرف كيف نسويها بشكل حلو بشكل يمشي معانا لنه هي في بداية الصراحة شك يعني حركة شوية غريبة فلما نشوف الناس ثانيين وما تشارك تجربتك يحس أنها بتحمسك وبتحمس الناس ثانيين كمان طيب الخطوة التي عندنا أضرب عصفورين بحجر بكل بساطة لما أنت تحب شيء أو تبحث عن شيء فتحب أنك مثلا تتعلم عن الإنتاجية تحب أنك تعلم عن الرياضة بدل ما تبحث عنها بالعربي أبحث في المحتوى الإنجلوش ولأنك بتحب أو مهتم بهذا المجال وقعد تبحث عنه فإيه والمجهود حيكون في البداية كتير أنه أنت بتبحث والموضوع بس خلاص حابة حابة بتتعود وتصير الكلمات اللي كلها جاهزة موجودة فأي دورات يوتيوب كتب إذا تأخذها بالإنجلوش بدل العربي هتسرع مخك هتكون فاهمة شيء قاعد يصير وبنفس الوقت ما حتمل الشيء الرابع هو اتعلم مع شخص لما إحنا نكون نتدرب لوحدنا إيه واحد الشيء اللي أنا أفضله صراحة وفي نسبة للناس تفضل أنك تتدرب لوحدها بس لما يكون معاك أحد وتحديدا مهتم عنده هدف مشترك حتلاقي إنه تعلم فجأة صار شوية مختلف وفرصة الممارسة زادت قد ما زودت فرصة الممارسة قد ما مخك ما يضطر أنه يترجم كل شيء قد ما زادت الممارسة فإيهوه إنه يساعدك أنك تستمر الخطو الخامسة تابع على جانب وهنا نقصده إنه أوكي السوشال ميديا حقنا مليان بناس إحنا يعني مهتمين وبنسبك فاهمينه لكن إيش لو أنا تابعت ناس أنا مهتم بالمجال بس الموضوع لسه ماهو سلس عليها فالآن بدل ما السوشال ميديا صارت مضيعة وقت صارت إنه أنا قاعد أمارس فيها اللغة صحية صعبة حسنا زي كانوا أوكي أنا طفشت من مداكرة الإنجليش نفسه خلينا نضيع وقت على السوشال ميديا فإنت إذا متابع على جانب أصلا ففجأة تلاقي إنه فجأة لك بوست بالإنجليش ومنها فهمت ومارست كم حاجة منها فيه كلمات بدأت تتكرر في مخك بدلا ما ضيع وقتك أو ما ضيعت وقتك بشكل كامل منك مارست اللغة فحاجة جميلة جدا نحيط نفسنا باللغة الإنجليزية خطوة ساسا تدرب بالتطبيقات فعندك تطبيق سبيك وعندك تطبيق ألس وشيء اللي يميز بينهم إنه إن تقدر تدرب على المحادثة بشكل بأي وقت ولوحدك فما هو ضروري إنه تكون في جلسة مع شخص أو شيئا كده تحتاج إنك بس تحمل التطبيق ويجب يجب أن تبدأ بالتطبيق فهتساعدك إنك تمارس أكثر وأكثر والخطوة السابعة أسمع لبرامة صوتية صراحة ديس is my favorite وأنا بقيتها لآخر اتنين لأنه حرفيا إذا أنت تبغى تطور لغتك تحتاج إنك تزيد المدخلات وأفضل طريقة تزيد في المدخلات والطريقة اللي احنا تعلمنا بها العربي هو خلال الاستماع للبرامج الصوتية اللي خاصة لتعلم اللغة وفي ناس كثار يدعموا هذه النظرية زي اي جي هاوغ اللي أسلوب الرئيسي يقول أتعلم زي الأطفال تعلم زي ما انت تعلمت العربي تعلم بالاستماع تعلم بالطريقة الطبيعية إنه هذه الطريقة اللي احنا مخنا صمم أصلا لأجلها ففي برامل صوتية كثيرة انصح بيها زي Spotlight زي Learn English زي All Ears English كلها على حسب مستوات وانصحها والمصادر هنا تاني تحت والنصيحة التامنة اقرأ روايات كل مدخلات فأولا المدخلات والاستماع ووايا المدخلات والاستماع الجزء الثاني هو الروايات في الروايات تعبد الحمليش من يقرأ مقالة مملة لأنها مملة ورقم اثنين في أبحاث وكتب كثيرة زي كتب كتاب تكلم عن story telling وتكلم كيف المفروض المدرسين يستخدموا story telling يستخدموا القصص في تعليم اللغة الإنجليزية لأنها تبقى ولها نتاج أقوى بكثير فالروايات دائما حبها دائما تلصق في مخنا فلما تقرأ اللي رواية بشيء بمستوى يناسبك بفهم حتلاقي أنه واو الكلام اللي قرأت تقرأ الأحداث هذه بتتمنتج جوة مخك وتبقى وتلصق في مخك أكثر بكثير جدا وهذا تساعدك لما تيجي تتكلم كل حاجة بتكون في مخك لأن القصص تلصق وهي تثبت في المخ أكثر وأنت بتزود المدخلات في مخك يكون أسرع في الترجمة وما يفكر في الإنجليش بشكل أسرع وأفضل بكثير وأفضل مصدر ممكن تتدرب منه في الروايات هو رواية أوكسفرد بوكورمز وموجودة بجدير الميزة فيها أنه هي رواية عالمية فما هي للأطفال لكن الميزة فيها أنها مرتبة على حسب المستوى فأنا من وراء أقدر أشوف المستوى اللي يناسبني وبناء علي أنا بقرأ لي حاجة تناسب مستوى وبنسلوك في موقع منجانية زي كلهم بيساعدوك أنك تتزود القراءة عندك وتطور من مستوىك وكذا نكون خلصنا تمني نقاط اللي تساعدك تتكلم بطلاقة بدون ما تترجم وهذا الفيديو حيساعدك إنك تتطور لهجتك بدون ما تسافر سبحانك الله وحمدك سبحانك الله وحمدك سبحانك الله وحمدك سبحانك الله وحمدك في أمال الله مع السلام